ايه زيكم عاملين ايه? تعالوا نشوف عملنا الاكلة الحلوة دي. دي اكلة من انجلترا. ايه ده? انت مبارح عملتي من سوريا والنهاردة من انجلترا? اه هنبقى عالمين. بصوا بقى. الاكلة دي لمت بوائل اللي في التلاجة والله العزيم. وتلعت كمان انها اكلة عالمية. واكلة زي ما بقولوا ايه انترناشنال. سهلة وسريعة ووجبة غزائية متكاملة فيها اخضر واللحمة وبطاطس وفيها كل حاجة وسهلة جدا جدا. وتعمها رائعة. تكفي اربع افراد. حلوة اوي. ومنتهى البساطة. تعالوا نشوف عملنا ازاي. كان عندي شوية اللحمة مفرومين انتم شايفينهم دول. بس حوالي ايه? ما يجوش ربع كيلو. ما يكملوش ربع كيلو. ضربت عليهم دول متعصجين. اصلا عليهم توابل. ضربت عليهم بصلاية. وروحت حطاهم ونزلت عليهم بكبايتين بسلة وجذر. يعني هنقول ايه? ربع كيلو بسلة وجذر. متقطعين. انا طبعا عشان مفرزينيهم. هروح اه مسكاهم حطاهم حلوة اوي واقلمهم كويس اوي وانزل عليهم بتلات تماط ميات. في الاكلة الاصلية بيحطوا صلصة. انا مش عايزة احطي صلصة نهاردة. انا حطيت تلات تماط ميات ونزلت بشوية مياه صغيرين وما علاقت زيت وروحت مزبطة الملح والفلفل وسبتهم يستيوا على نار هادية. وسبتي فيهم سوس. هنا كنت سال اكيل وربع بطاطس. اشرت وروحت حطاها في مية مغلية. وشوية ملح صغيرين وروحت ايه سلقاء. تصفته من المية. رحت حطا هنا نص كباية لبن صغيرة او ربع كباية لبن صغيرة. ونحط كمان معلقتين كريمة او معلقتين تلاتة زبدة. وشوية ملح وفلفل صغيرين ونهرس البطاطس حلوة جدا جدا. في الاسناء دي بس هنا بقولك ايه? انا عايزة شوية تصصوا غيرين خلاص مش عايزة تصص كتير. البسلة ما تخلاش تستوي مية في المية. لازم يكون فيها عدة عشان هتكمل سوايا في الفرن. في الاسناء دي كنت بقى مشغلها الفرن على نار عالية. البطاطسة هي خلاص هرسناها. ممكن تحطي بودر ممكن تحطي بصر بودر بس انا عملها بالطارية الاصلية. اه هنا خلاص اكلتنا خلاص هنبتجي نطبقها. مش هتاخد في ايديك زي ما فعلا الوقت اللي هو اللي انا عملته ده بتاع الفيديو الاربع دايق. جبت البايريكس روحت احطه في معلقة زيت او زبدة ونزلت بكل الخليط الخضار. زي ما بقولك مستوي نص سوا بس اللحمة طبعا مستوية لكن البسلة نص سوا هي والجزر. بالصوص بتاعها بكله. روحت نزلة بالبطاطس. ساوتها نزلت بصوا حبة حبة كده حبة كتير كتير جانب بعد جانب بعد وجانب بعد. كي رحت مساويهم بالمعلقة. وفي الاخر روحت عملالهم شكل. بالشوكة. نقدر نحط عليهم معلقة سمنة او زبدة او بيضة او اي حاجة او متحطيش زي ما انا ما حطتش خالص. انا بحاول اتقلل المادة الدهنية في اكلنا. خلاص هنحطها رف وسط طبعا البايريكس بحطه تحتي صانية او صاد. حط رف وسط مش هياخد نص ساعة لو لقتيه خلاص تشرب من تحت وحمر ات في الفرن وشغال الشوائع حوالي تلات دقايق هتحمر وهتبقى رائعة. دي بتتاكل لوحدها بس طبقات تحفة. وريحتها تجنن. دي بتتاكل لوحدها ما بتاكلش جنبها رز ولا بيتاكل ما معيش. ممكن سلطة. ممكن مخلل. وجبة غزائية متكاملة اسمها فطرت الراعي. دي اكلة من انجلترا. سهلة وسريعة ومكوناتها موجودة عندنا كلنا في بيتنا. زي ما قلت لكم بارح ان احنا عايزين نجدد في مطبخنا. ودي اكلة انجليزية بقيادي ومصرية. ونشوف المرة الجاية هنعمل اكلة من انهي بلد. اليومين دول كده انا شغالا لكم دي بقى انا ما طلعتهم الفرن. بصوا الريحة كانت خرافة رائعة. وتعالوا نشوفوا بقى بصوا كله تسبك. فبعده بدخل كده ما اقول لكوش. جميلة جدا. احنا محتاجين في الدنيا الساعة دي اكله دفينة. وفي نفس الوقت يكون سعراته الحرارية تكون قليلة. تعالوا بقى نشوف لما نقطعها وهي هتتقدم ازاي? وبتتاكل ازاي? اي دي اهو الصانية هي زي ما بقول لكم ان مرة جاية نشوف. انا بعد ابحث لكم دلوقتي في اكلات جديدة ووصفات جديدة تكون على قد ادينا واقتصادية وولدنا ما يزهقوش. ويكون نسبة اللحمة فيها قليلة او الفراخ. وتبقى حاجة شيك وحاجة كويسة. وزي ما قولوا ايه? ربنا يفتحها علينا كلنا ويفرجها علينا كلنا ويرزقنا جميعا من حيث لا نعلم. ولا ندري ونيردعيالنا ونعمل لولدنا كل اللي يحبوه. بصوا بقى تعالوا شوفوا منظر اللحمة من تحت والخضار. حد يقول ان دي معمولة باقل من تلات اربع معالق لحمة مفرومة. وقادي واقل من نص كيلو بسلة او ربع كيلو بسلة وجزة. وكيلو بطاطس. هتقول لي ما هي البطاطس غالية معلش هي البطاطس بس هي اللي كلفتنا. خلاص? بحبكو في حفظ الله ورعايتو انا حنا الرمضان.